اهلا بكم اصدقائنا بحلقة جديدة النهاردة هنجاوب على السؤال ما الفرق بين دم الدورة ودم اللولب ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك وسبسكرايب اهلا بكم والسؤال هو مر على تركيبي للولب 4 ايام وبدأت الاحظ نزول افرازات تشبه الدم الاسود وانا لا الاحظ عادة نزول دم في غير موعد الدورة فكيف اعرف سبب هذا الدم او بطريقة اخرى ما الفرق بين دم الدورة ودم اللولب والاجابة هي لا داعي للقلق فمن المتوقع ان يؤدي تركيب اللولب الى نزول دم في غير موعد الدورة الشهرية وعادة يكون على شكل بقع دم قليلة او افرازات بنية او سوداء كما كنت بوصفها ويمكن تحديد ان كان هذا الدم ناجما عن تركيب اللولب ام عن دوراتك الشهرية من خلال كمية الدم وفيما يلي سأبين لك ذلك اولا دم الدورة الشهرية سوف تبطر الى استخدام الفوات الصحية وتبديلها عدة مرات طوال ايام الدورة الشهرية دم اللولب ستكون كمية الدم اقل في هذه الحالة لذا قد لا تضطر استخدام الفوات الصحية اصلا اما عن سؤال هل سيؤثر اللولب على دورات الشهرية فالاجابة هي نعم سوف تلوحظ التغيرات التالية اولا قد تصبح الدورة الشهرية اكثر عزارة عيسى تلوحظ نزول كمية الدم اكبر خاصة اذا قمت بتركيب اللولب النحيسي ثانيا قد تستمر ايام الحيض لمدة اطول ثالثا يمكن ان تصبح اقل عزارة في بعض الحالات اذا قمت بتركيب اللولب الهرموني واخيرا قد تصبح الدورة غير منتظمة فقد تحدث قبل موعدها او قد تتأخر ولكن لن تستمر هذه التغيرات طويلا حيث ستلاحظ تحسن هذه الاعراض بعد مرور من 3 الى 6 اشهر على تركيبك للولب ومع ذلك يمكن ان تستمر هذه الاعراض طوال مدة تركيبك للولب اذا كان نحاسيا وفي نهاية حلقتنا نتمنى لك السلامة ولا تنسي الاشتراك بالقناة ولا اعجاب بالحلقة وترك رأيك بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر